بعد الإشاعة مساحة من التأكيد أو النفي وفي فضاء تقني واسع ووسائل إلكترونية حديثة أتت للمساهمة في الانتشار السريع عشر إشاعات في قضون إسبوعين أطلقت وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي ليأتي النفي الحكومي متأخراً كعادتها بعدما شبعت من التفسيرات وأثارت بدورها المخاوف الشعبية وزارة المالية كان لها نصيب الأسد من الشائعات حيث نفت بعد حين أربعة منها جاء في مقدمتها رفع سعر إصطوانة الغاز وإلغاء منحة الألفين دينار للمتزوجين بالإضافة إلى اقتراض الدولة مبلغ خمسة وخمسين مليار دولار وتأجيل الاستدانة من البنوك الأجنبية ليأتي الدورة على السكنية لتنفي بدورها مضاعفة القصد الشهري للبيوت الحكومية والصحى بوقف المخصصات المالية للمرضى في الخارج فالتربية بنية بيع مبنى السكرتاريا الملحق بالتطبيق لإحدى المدارس الخاصة بالإضافة إلى نفي الإحالة الإجبارية إلى التقاعد لعشرة آلاف مواطن ممن خدموا ثلاثين عاماً مسلسل الأخبار الكاذبة استمر ليطال وزارة الأعلام التي بدورها نفت تعاقدها مع إحدى الشركات لتقطية فعاليات القرية المائية مواقع تنشر وأخرى تنفي وثالثة بعناوين غامضة تحت غضاء مصدر المسؤول رفض ذكر اسمه عناوين تكررت لتكشف غياب معايير المصداقية في نقل المعلومة لتبقى معها الأخبار مجهولة المصدر ككرة لها بتكبر وتتدحرج إلى حين أن تجد آذاناً حكومية ضعيفة الاستجابة اشتركوا في القناة